هناك اتصال هاتفي هام للغاية بين السيد سامح شوكري وزير الخارجية ووزير خارجية المملكة المتحدة السيد دومونيك راب وتم تبادل وجهات النظر بين وزير خارجية المصري والبريطاني حول مجمل القضايا التي تهم الجانبين كانت القضية الفلسطينية احد اركان هذه المحادثة والتأكيد المصري على الثوابت العربية والثوابت المصرية فيما يخص القضية الفلسطينية على اساس اقامة دولتين وعودة الحق الفلسطيني الى مشتحقية ايضا للاسف الشديد يعني وانا بتكلم جلب خاطري ان القضية الفلسطينية يعني كل حين عندما نذكر اسم فلسطين وكل حينما ترد فلسطين في صدر الاهتمامات الاعلامية والاخبارية رغم اننا نعلم جميعا ان القضية الفلسطينية هي القضية الام او هي القضية المركزية للعرب جميعا القضية الفلسطينية توارط خاجلا امام فجاجة القضايا الحالية المتفجرة قضايا صناعية قضايا مصنوعة قضايا مخططة قضايا مرتبة نتحدث عن فلسطين بخاجل شديد نتحدث عن القدس بنوع من الشياكة السياسية او نوع من الرومانسية السياسية انجاز التعبير لكن عندما نرى ما يجري في ليبيا مثلا من عودة الاستعمار القديم الذي طلّى برأسه من كل حدب وصوم طلّى من تركيا طلّى من ايطاليا طلّى من فرنسا طلّى من كل الدول الى ليبيا لتمذق الدولة الليبية نفسها بنفسها تحت وطأة هذا الاستعمار الوافد الجديد والقاسم المشترك في كل هذه الممارسات على الارض الليبية هم جماعات ومليشيات تنظيمات بتتخذ من الدين ستارا عندما اتحدث عن فلسطين بتتوارق جلا أمام ما يجري في سوريا حيث تاهت الخريطة السورية وسط وبين اقدام هؤلاء الذين وفدوا الى سوريا من كل حدب وصوم ايضا من جمهوريات سوفيتية سابقة وايضا برعاية تركية عثمانية وضع ما يجري في فلسطين بيتورى خجلا أمام ما يجري في العراق ما يجري في فلسطين بيتورى خجلا أمام ما يجري في الصومال قضية فلسطين عندما قرأت تصريحات سيد احمد حافظ المستشار احمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة خارجية ويتحدث عن مجمل نتائج المحادثة بين سامح شكر وبين السيد دومونيك رام وزير الخارجية البريطاني كانت القضية الفلسطينية ضمن المباحثات والمحادثات بينهم لكن بس بفكر كل مواطن عربي بقول له صنع أيدينا أوصل القضية الفلسطينية من داخل الملعب السياسي العالمي والإخليمي والمحلي كل الدول العربية إلى رف رف ربما أصبح التراث لم يعبأ أحد بالقضية الفلسطينية أصبحت القضية الفلسطينية جزء فقط من الخطابات السياسية لدغدغة مشاعر الجماهير وانظروا إلى ما يفعله الرئيس التركي ما يفعله أمير قطر حينما يتحدثون أو يتحدثان عن القضية الفلسطينية فقط للاستلاك المحلي أما الدفاع وتناول القضية بما تستحقه كل واحد يسأل نفسه أين أصبحت القضية الفلسطينية في أجندة أولويات الدول العربية أذكركم مرة ثالثة أو رابعة بنداء الرئيس عبد الفتاح السيسي من القاهرة بضرورة إنشاء قوات عربية مشتركة ربما هذا النداء ما أحوجنا إلى تلبيته الآن تحدث السيد سامح شوكري أيضا مع السيد دومينيك راب حول ليبيا وما يجري في ليبيا وشدد وزير خارجية على خطورة الوضع والتدخلات الأجنبية في الأراضي الليبية واختتم الوزير سامح شوكري مع سيد دومينيك راب وزير خارجية البريطاني حول إطلاعه على مستجدات مفاوضات مصر وأثيوبيا وسودان حول قضية سد النهضة وأيضح أيضا السيد سامح شوكري على ضرورة التواصل الاتفاق شامل بيحقق مصلحة جميع الأطراف والاهتمام الشديد بعدم إجراء اتخاذ أي إجراءات أحالية من أي طرف من الأطراف بما يربك المشهد ويؤدي إلى إدخال المنطقة في آتوني نزاع المسلح لا يعلم مداه إلا الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر